حكم إنكار المنكر مع التأكل أن الإنكار لم يجي فيها فقط يجلب السخرية لي على كل حال حبيبي الحد الأن في إنكار المنكر أن تنكره بقلبك هذا الذي لا ينبغي أن تتنازل عنه بحال إن شعرت بقلبك بارتياح للمناكر باستلطاف لها باستحسن لها ده بداية انهيار وفتنة حقيقية في الدين لأنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردان لا يستطيع أحد أن يدعي أنه استضعف دون الإنكار بالقلب لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى الإنكار باللسان وباليان مناطه القدرة وهو يدور في فلك تحقق القدرة وغلبت المصلحة وغلبت الجدوى الله جل وعاله قال فذكر إن نفعت الذكرى وفي الحديث إن رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجابك الذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعانك أمر العوام أنت فعلا مستيق أن هؤلاء القوم سيردون عليك سيزخرون منك أنك بقلبك وعليك بخاصة نفسك ودعانك أمر العوام لكن هذا لا تستطيع قاعدة عامة مع هذه المجموعة التي ستزخر منك لكن هناك مجاميع أخرى إن شاء الله أرجو أن تسمع منك لم نبلغ بعد ذلك الزمان الذي تنحسم فيه مادة الاحتساب بالكلية وتغلق عليك بابك وتقول عليك بخاصة نفسك لسه لم يأت زمانها بعد لكن مع فريق بعينه من الناس رأيت أن أنكرك عليهم لا جدوى فيه ولا طائر من ورائه يسعك أن تنكر بقلبك وأن تتجاوزهم وأن لا تبقى معهم ما داموا في مناكرهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر